يا والله يا حبيب القلب لجنة مهمة هي اتحاد كرة قدم اصدر بيان انه يكون في لجنة فيها فنيين نجوم كرة قدم سابقين اعلاميين لحتى يراقبوا اللاعبين باوروبا ويتواصلوا مع اللجنة الفنية بالاتحاد وينسقوا مع بعض ويعملوا لك هيك منتخب مرتب ان الاصغار والاكبار يعني شغلة مهمة يا والله الله يعطيهم العافية طب تعالى نشوف نحكي مع الكابتن نشوف شو مهمتن ومباركلن يلا يلا ها هلو مساء الخير يا كابتن ان شاء الله هيك الف مبروك يعني تعينك بهاي اللجنة انت اسم كبير ولك تاريخ مهم بكرة قدم السورية واكيد يعني بحكون لك نظرة اللاعبين باوروبا اه عن شو عم بحكي اتحاد كرة القدم هلا من شوي في بيان صدر اسمك موجود باللجنة الفنية يلي هتراقب اللاعبين في اوروبا اه ما بتعرف ما حدا خبرك ومانك فاضي اه والله غريب يا كابتن معقول ما حدا يخبرك يعني هذا اتحاد كرة قدم وضح كلابه ايوا طيب حبيبي حبيبي يا كابتن وبسطت بسمع صوتك يا اهلا يا اهلا يا اهلا هلا كابتن لا ما بيعرف هذا الكابتن كابتن مهم اسمه كبير بكرة قدم السورية طب هات نشوف هالاستاز حكم مهم هذا كمان قالو يسعد لوقاتك يا كابتن ايه والله عم بحكي معك مشان وضوع اللجنة يعني انا مبسط لما شفت اسمك وقلت يعني ها هلا شفنا الاسماء يلي ممكن تعمل اه محا ما بتعرف كمان مخبرينا معقول كابتن انت اسم بهال يعني انت حكم دولي وقلك تاريخ اه ما حدا خبرك اه رح اتنزل بوست على الفيسبوك اه حبيبي حبيبي طيب طيب حبيبي يا كابتن تخيل يا زلاني مخبرين حدا يعني في اسماء هدول ما بيعرفوا اسماء مهمة طب هاد حارس دولي مو معقول ينزلوا اسمه يعني بلجني بنو ما يحكوا معه كمان هات لنشوف قالو سعد لوقاتك كابتن حبيب قلبي ايه والله كله خير كله خير حبيب قلبي كيف المانيا معك كيف الامور كيف حبيبي حبيبي ايه والله يعني حبيت هيك افهم منك الموضوع يعني انت حارس مهم وقلك اسمك بكرة خدمس اه ما بتعرف انه انت هيك بحطوك بهي اللجنة يعني كيف ما تواصلوا معك ابدا يلا طول با يلا 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 طول با لك يلا معلش معلش هلا كابتن هلا حبيبي هلا هلا كابتن عمد ما بيعرف تحياتي يا اصدقائي اذا يعني متل ما شفنا هيك بالسكتش الصغير اللي عملته ببداية الفيديو الاتحاد السوري لكرة القدم اصدر بيانة على صفحة رسمية هذا البيان بيتضمن اسماء يعني عدة لجان لجنة فنية لجنة اعلامية لجنة قانونية لمراقبة اللاعبين الموجودين باوروبا هذا الشيء اكيد نحنا كمتابعين لكرة القدم وكاعلام واو وكنو نطالب دائما بوجود اسماء مهمة اسماء مختصة بعالم كرة القدم بالشأن الاداري بالشأن الاعلامي لمتابعة اللاعبين الموجودين في اوروبا لحتى يكون في مستقبل لكرة القدم السورية وحقيقة هذا مطلب للجميع يعني لانوا واقع الحال ببلدنا واقع الحال بدورينا وكرتنا يعني صعب جدا وبالتالي يعني الكل كان سعيد بصدور لجنة فيها اسماء مهمة مثل السيد بيازيد وجو مارد موسى وحمد القادري وكاوا حسو يعني اسماء مهمة كانت موجودة بكرة القدم السورية ونجوم مهمين بالمانيا وبهولندا وبالسويد وبالدنيمارك وبروسيا يعني عم نشوف شي مهم كنا منتفاجأ يا حبايب القلب وانه هون يعني بين قوسين يثبت لك اتحاد كرة القدم انه هاي حارت كل من ايده ولو يعني من غير المعقول انه بعد ساعات من صدور هذا البيان نجوم كبار اسماء الموجودة على سبيل مثال جو مارد موسى اللي موجه له كل التحية كتب على الفيسبوك انه هو ما كان بيعرف وما حقوا معه مشان هاي اللجنة وتفاجأوا لاها اسمه موجود بهي اللجنة ايضا حارسنا كاوا حسو اللي ايضا بنعتز فيه ايضا اتفاجأ مثله مثل جو مارد موسى بوجود اسمه بهي اللجنة ايضا حكم الدول يا حمد القادري ايضا يعني من الاسماء اللي اتفاجأ ايضا نزل بوست ع صفحته انه ما حدا حكى معه ايضا كابلين روميو اسكندر كمان نفس الواقع وبالتالي هدول اسماء يلي حكوا هلا يمكن اسماء التاني هي السبب تعرف انه انه موجودة بهي اللجنة على كل حال يعني بين قوسين هذا الموضوع هو يعني يعني استغباء الجمهور السوري واستهتار بعقول الناس انه انا يلا هلا عندي كأس اسيا في مشاكل بمنتخب سوريا يلا راح نخبيها هلا ونطلالوا عن اللجنة ونحط في اسماء مهمة ويلا هلا حننكش الزير من البير يا غالي ونعملكم منتخب هيك من اوروبا راح نحط لكم اسماء وكذا وهيك وانتوا لتهوا هلا يعني لتهوا بهي الاسماء لتهوا بهي الامور وشوفوا اسماء مهمة يعني وحنعملكم منتخب الهبرا كدابرا يعني حجب لكم يا من اوروبا لك يا حبيبي وين الاحترافية وين التنسيق وين الاحترام عقول البشر والناس عامل لجنة مؤصدر قرار اتحاد السوري لكرت قدم ومو مخبر واصحاب الاصحاب الاسماء الموجودة في هاي اللجان الاسماء اللي مهمة نزلت على صفحات على الفيسبوك انه ما بتعرف لهون وصلنا يعني لهون وصل استهتار بالعمل واستهتار بعقول الناس والمتابعين والمشاهدين يعني احنا كل ما ننظر انه في بقعة امل انا والله مبسطت يعني لما شفت لما شفت الموضوع هيك والاسماء والله في عندك ثلاثين اربعين اسم من بناتهم اسماء نجوم كرويين نعتز فيهم واعلاميين واوا يعني في شي ببيض الوش يعني انه حلو ان احنا هذا مطلبنا يعني ممكن الموضوع لازم يكون طريقة احترافية وتنظيمية اكتر بس قلنا يلا هاي يعني اول خطوة عالطريق الصحيح بس انه منتفاجأ انه ما بيعرفوا شو هذا يعني انا ما بعرف ما عم بلاقي كلمة توصف مدى الاستهتار بعقولنا يعني هاي اخف كلمة كين يقول استهتار بعقول المتابعين استهتار بعقول الجمهور يعني احنا عم نسمع يعني انا ايضا عندي معلومات وموجودة بالمنتخب سوريا الي صارت بمباراة اليابان وفلان اعلامي عنده معلومات وهذا بيقلك انه السومة وهذا بيقلك الخريبين وهذا بيقلك هذا ما عد بده يلعابه ما عد يستدعيه يلا هنجيب لكم وضايع الطاصة وراحين نشارك باسيا وكوبر باي باي وعلى ما يبدو انه بعد اخر مباريات حتكون كوبر باسيا وبعدين بده نجيبه مدرب تاني ويمكن الاتحاد ما يضل ودويخة يا حبايب القلب ورايحة علينا نحن المتابعين وعشاق كورت قدم السورية والجمهور السوري انا يعني كنت كل بتمنى انه انت لما بدك تشتغل على موضوع الو علاقة بتطوير كورت قدم السورية ومتابعة اللاعبين باوروبا الي هو مطلب جماهيري كبير جدا ما تضحك عالجمهور وتقول له والله انا جبت لك جمهور موسى وكوا حسو وحمد القادري وروميو اسكندر وهني ما بيعرفوا انه هني موجودين بهي الليجان وهذا يعني قلة احترام لالهم بصراحة يعني عيب عيب هذا الشي اللي عام بصير يعني ولا نزلوا توضيح اتحاد كورت القدم ولا نزلوا شي ولا مسحوا البيان موجود لهلا على صفحة الاتحاد السوري يعني شي غريب والله العظيم يعني هاي بتفرجيك انه نحنا يعني يعني ما في مستقبل لقلنا حتى بالاحتراف كيفية العمل يعني كيفية تنظيم الامور انت بداك والله يلا جيبوا فلان حطوا انا بعرف كيف انا الشباب الطيبة موجودين بالاتحاد ويشتغلوا بالاتحاد انا معرف كيف بيشتغلوا بارف يعني جيبوا فلان حطوا فلان كذا عميل يلا هذا مهم حطوا حطوا سجل اسموا يلا كذا نزلوا بيان هيك يا شباب عم يشتغلوا القائمين عليكم في خدم السوري فعل الدنيا السلام بصراحة يعني اقل شي انت مثلا بعد ما اعتذروا الكباتة الموجودين فيك تنزل بيان انه لا تواخذونا يا اخي في خطأ مطبعي خربطنا لا تواخذونا هدول ما 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 تواصلنا معهم احنا وكننا بدنا نتواصل معهم ويعني حقهم علينا كجمهور وكمتابعين وان شاء الله يعني حنتدارك الامور بس ما حدا خبر حدا ولا كأن ولا 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 بيهمكوا ولا بيهمهم يعني لا بيهمهم الجمهور ولا بيهمهم الاعلام ولا بيهمهم اي حدا امورهم ماشي امورهم ماشي الشباب عم بيطلعوا عم بيروحوا عم بيجوا عم بيسافروا عم كذا لا حدا هم همه تطوير كرة خدم السورية ولا حدا همه ولا هذا اللاعب مهم ولا هذا اللاعب مهم يلا مرؤوا هالأمور هلا كأس آسيا أنا أيضا يعني كل أسمع أيضا ما يقال من بعض الأصدقاء ومصادر مطلعة في عمل كهات كرة خدم انه خلاص مرؤولنا كأس آسيا هلا ونحن بعد كأس آسيا على التصفيات ما نشوف شو ممكن نعمل يعني حتى هني بكأس آسيا ما بعرفين ما بعرفين ما عندهم طموح يعني على كل حال أصدقائي أنا حبيت نزل هذا الفيديو وتشارك همي وهمكم سوا لحتى عن جد نوصل ليوم هيك تحس إنه في احترام لإلنا كمتابعين وفي احترام لإلنا كجمهوره كأعلام وما يضحكوا على البشر يعني خلاص حاجة يعني شي محمود داود شي في لجنة لعبين محترفين حتعمل لك ميسي ورونالدو وتجيب لك فريق جاهد خلاص يا أخي والله مو هيك الشغل يا شباب مو هيك الشغل موضوع اللاعبين المختربين ومحترفين بأوروبا بده عمل كبير بده معسكرات بأوروبا بدك أنت تروح كمدرب تقعد لك شهر شهرين تتابع هدا اللاعب تحضر له مبارياته كلها تعرف انه هدا منيح ولا ممنيع موضح كلعبة يعني ما نمسحه والله فلان قاله والله بلعب درجة رابعة يلا جيبه مميح منجربه بالمنتخب تعب تحطه بالمنتخب بتفاجأ مستوى ممنيح أو ممكن يكون اللاعب ممنيح وانت تظلمه لأنه ما تلعبه غير مبارات واحدة أو مباراتين يعني يكون موجود فهي القصة تخبيص التخبيص بصراحة على كل حال أحبائي شاركوني بتعليقاتكم بهدا الفيديو أكيد لحتى ضل عم متواصل معكم فيما يتعلق بكل موضوع كرة خدمة السورية والرياضة السورية وان شاء الله هيك رح نتطرق مستقبلنا الرياضة العالمية والعربية بس حتى أيضا تدعموني نوصل للعشرة آلاف مشترك حتى أتشجع أكثر ويكون عندي الوقت الأكبر لحتى خصص وقت لألكم باي باي